المفهوض إن أي حد بيشتغل أي شغلانة يكون يا إما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده مثلاً الدكتور فني اللحم تحت المية المهندس يا إما حاجة هو شاطر فيها وعارف زخنقها بقى تجاهبها من تحت كده المنجد الميكانيكي المحامي مثلاً يا إما بقى تكون موهبة يعني واحد عنده موهبة اللي هو القيماجي مثلاً والترزي المطرب النشال دي مواهبة موهبة من عند ربنا يا إما بقى حاجة يكون تكوينك الجثماني يأهلك ليها البوديجارد رقاصة والحاجات ده محتاجة مؤهلات خاصة علشان خطر تعرف تعمل كده باستثناء الموظفين طبعاً يوم اليوم مؤهلات بس أنا بصراحة بطلخبط معهم شوية ما بعرفش حكم عليهم لكن لا 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 بص أقولك على حاجة يوعى تقول إن في شغلانة مهمة وشغلانة مش مهمة قد بالك كل الشغلانات مهمة يعني مثلاً الراجل بيقف بمناديل في الحمام ده مثلاً وقل لك إيه طا ده إيه فايدته يا خبرة بيض إيه فايدته لا أنا أقولك إيه فايدته تخيل أنت دخلت الحمام والاقيت المناديل جوها لوحدها من غير المدرب بتاعها ممكن تهجمك ممكن تأذيك يا أخي مهي ما تعرفكش إيه مش مؤلف عليه الانستراجتر بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده إيه طفش تعبوا تستخدمها بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع عيوب الصناعة وبتاعها هتحتاس جوه أطمع يعني فيش حاجة مش مهمة طبعاً هو ساعات بيبالغ شوية لما يديني المنزيل يقولي كل سنة وانت طيب يعني أنا مش حاسس ان دخولي الحمام مناسبة سعيدة لدرجة انك تهنيني بعد الشر ما هيش من السنة للسنة لا ده مكاني الطبيقة باجي كتير وبقى مشي البيت بيتي يعني لكن هو مهم لا مهمين عندك مثلاً كمان عامل الأسانسير ممكن حد يقولك يعني هو بيعمل اي يعني لا لا بيعمل كتير معلش؟ يا سلام إيه تعرفت سوق الأسانسير كده؟ تعرف تاخد الغرزة من السبع للتاسع دي الغرزة اللي بياخدها دي شوف إيه ديه على الزراير شوف الفن ملاحظته للإضاءة وتاعتين تغمزله غمزة هو عارفك بخد بقى عارف انت ساكت في الدور التلاتين ياخدك من الأرض للتلاتين حتى واحد لغير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف البشر كلهم موقفين طلبين الأسانسير مفيش ينفض لكل ده وعارفك شفت الخبرة فنان هو يعني عامل الأسانسير ده بيقوم مثلاً بدور المحرم تخيل اتنين لوحدهم في الأسانسير وهو مش موجود ها؟ تفاهم بقى عندك مثلاً إيه عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات إنها تمشي والإشارة خضرة ويشاور لهم توقف والإشارة حقا تقول لي فين الإضافة؟ بسكوت ما تقولش ما تقولش فين الإضافة الإشارة فاتحت وانت داخل خلاص ما عدني بعدين قلبت وانت في مص الشارع الإشارة دي حتة حديد دي ما عندهاش مشاعر حضرتك لازم الراجل ده يوقف إنه يوقف يعدي ما تعديش كده يزبط يسيطر على الموقف طب إفرد إن انت دلوقتي مثلاً واحد تاني ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وعنده مشاكل في الألوان نشوف بقى أخضر وأصفر وأحمر وبمبي أصلاً في إشارات بتبقى منورة كل الأنوار في نفس الوقت البني آدم الوقف ده هو اللي محرك المسألة هو اللي مخلي المسألة طريقية يعني ياريت بقى أن نفكر برا الصندوق ونبطل نصدر أحكام بشكل عنيف كده في بقى السايس اللي بيظهر لك فجأة وانت خارج من الركنة خلاص هوبه يقوم جاي يوجيهك بقى عارف النوع ده؟ آآ بصة باشا أكثر الشمال واطلع على طول كده في الشارع على طول لا والله فعلاً أمشي في الشارع على طول؟ ممكن؟ طيب وبعدين؟ بعد ما أمشي على طول هتسبني لوحدي؟ أرجوك ما تسبنيش لوحدي خليك معايا أكمل معايا دليني إرشدني على بقية مستقبلي أمشي إزال؟ تعالى قولي يعني أنا بقول أحسن ما يشحب